إلى شرق اليمن وأقصى المحافظات الحدودية وصلت مؤسسة الصالح لمواصلة عملها الإنسانية التي بدأت في تدشينه في عدد من المحافظات اليمنية إحساساً بمسؤولية التراحم والعطاء الخيرية التي اعتادت عليه منذ تأسيسها على يد الشهيد علي عبدالله صالح مديرية حوف محافظة المهرة وصل الفريق المنسق لمؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية توزيع المساعدة الرمضانية النقدية للأسر المحتاجة والفقيرة بعد إن تم الإعداد لها مسبقاً من قبل الفرق المدانية التابعة للمؤسسة في رصد الحالات المستحقة نحن اليوم برفعة الأخوة منذ بمسط الصالح كلنا بإسمه وصفته من الأخوة والأخوات الموجودين معنا ندشن مشروع توزيع المساعدات الرمضانية للمقدمة من مسط الصالح للعام 2024 في مديرية حوف يسرنا أن نستقبل الأخوة الممثلية مسط الصالح وأن تستعيد مسط الصالح نشاطها الخيري في محافظة المهرة وعموم اليمن بشكل عام إن شاء الله عشرات المستفيدين من أبناء مديرية حوف تحدثوا عن اللفتة الإنسانية الكريمة التي تأتي في ظل ظروف معصرة علها تخفف من حجم المعاناة التي يعيشونها خاصة مع غياب جميع جمعيات الخيرية في المحافظة نرحب الأخوة من مصط الصالح الخيرية على ما قدموه من المساعدات الرمضانية لهذا العام 1445 الهجرة 2024 ميلادية ونحن في المستهدفة نشكرهم جميعا ونساهم على هذا الأعمال الخيرية وأيضا نشكر الأخوة الذين أتوا من كل المحافظات المساهمة والعمل على تزياء هذه المساعدات مد يد الخير لجميع اليمنيين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم متلمسة احتياجاتهم ومعاناتهم الحياتية نهج تسير عليه جمعية الصالح التي كانت حضرة رغم الظروف الصحبة التي تمر بها خاصة بعد استلاء الميليشيا الحوثية على مشاريعها ونهب حساباتها البنكية مبالغ نقضية للأسر الأشد فقرا في مديرية حوف التي تأثرت بالحرب الاقتصادية وتدهور الأسعار وارتفاعها لعل هذه المساعدات تدخل السعادة إلى قلوب الأهالي خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك